كبيرة في الجهاز الإداري في المنتخب السعودي يجب أن تحل نعم الفرق العالمية والمنتخبات العالمية لا يوجد إداريين في دكة الاحتياط نعم التطور الآن الرياضي الموجود يعطي للمدرب كامل الصلاحية على البنش نحن نريد هذا الأمر أن يتم حسمه مباشرة أنا أقول أن دائما مشكلتنا في الإداريين سواء في المنتخبات أو في الأندية هناك تدخل أحيانا يكون تدخل سافر بحيث أن يكون إداري بعيد عن التجربة ويتدخل في أمور لا يستطيع أن يؤديها هذا الحديث ينطبق على كثير وليس تحديدا الأستاذ طارق الأستاذ طارق كما قلت أنه خبرة إدارية مهمة ورجل مرحلة له دور كبير لكن المطلوب من الاتحاد السعودي عاجلا أن يتفاعل مع الحدث إذا وجد حدث حقيقي في هذا الأمر الآن نحن أمام منعطف يجب أن نكون جميعا مع المنتخب وكما قال الدكتور صالح الأستاذ طارق رجل وطني وابن بلد أعتقد أنه خروجه من المنتخب وابتعاده عن الدكة الاحتياط لا يؤثر على تاريخه الرياضي أو على قدرته وإمكانياته نحن الآن بحاجة ماسة إلى منتخب يكون تركيزه عاري جدا في المنعطف القادم من هذه التصريح طيب يعني خلينا نرجع للتاريخ والأستاذ طارق كيال أليس هذا هو طارق كيال يعني اللي استعان فيه النادي الأهلي فترة من فترات وعاد لهم الانضباط نوعا ما لللاعبين وكان هذا الشيء واضحا على مسيرة النادي الأهلي في تحقيق البطولة أليس هذا هو طارق كيال الذي كنا نتحدث فيه كأعلمين أننا بحاجة إلى شخصية إدارية بحجم طارق كيال لعمل انضباط داخل المنتخب إيش اللي تغير اليوم أنا قلت لك أنه كان رجل مرحلة وأدى دوره كبير أيضا كان دورهم على الأهلي دور يعني قيادي مميز أنا أقدر أستطيع أن أقول أنه كان له دور بارز ومهم جدا في حصول الأهلي وعدة الأهلي لحصول على البطولات الموسم الماضي أيضا كان له دور كبير في عودة المنتخب إلى الطريق الصحيح وتحقيق الانتصارات وتصدر المجموعة هذا ما اختلفنا عليه أبدا ولا يمكن أن يهمش رأي المدرب أو يهمش رأي المدرب التاريخ الجميل للإستاذ طارق حتى المستقبل بإذن الله لست طارق مهيئ أن يكون له مستقبل آخر في الرياضة إذا أنا قلت بصريح العبارة إذا كان ما نقل حقيقة يجب على اتحاد السعودي تصرف عاجلا لأننا أمام منعطف يجب أن لا تأخذنا المجاملة فيه أو حتى العاطفة أنا شخصيا أقدر هذا الرجل أعترف أني أعتقد من قرارة نفسي أنه من أفضل الإداريين طيب كيف يتصرف هل يقف مع مطالبات فم مارفك أم يكون هناك حل وسط لإبقاء طارق كيار في الدكة على أن يكون هناك عمل لا يسبب ازدواجية في عمل الجهاز الفني والإداري في كل الأعمال سواء رياضية أو تجارية أو حتى أسرية لا بد أن تأخذ رأي الأطراف جميعا ثم تحكم أنت كقائد